اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد الليتا محمد الليتا سنويا اعطاء مجلس النواب وكبار كوادر المجلس وشكلت هذه المناسبة التي باتت تقليدا تتبعه ويتبعه مجلس النواب فرصة لتعميق العلاقات بين الاعطاء المجلس وخلق جو من الالفة والمحبة فيما بينهم فضلا عن تصريضه على فضائل شهر رمضان الفضيلة وسب الكفيلة لاقتنامه في ايامه وصاعاته الاخيرة ترأس معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف في وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سعادة الصفير السيني في جيبوتي سيد هوبين صفير السين حفل إبرام اتفاق تجديد التعاون الطبي بين البلدين وتهدف الاتفاقية الى تجديد عمل الفريق الدبي الصيني في جيبوتي وتم التوقيع بحضور وزير صحة الدكتور أحمد رابلي عبد الله وسلط معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيد يوسف في كلمته الضوء على دور الحاسم للفريق الدبي الصيني وخاصة في مشاشفة بيلة العام منذ عام 1901 وثمانين وفي شأن محلي آخر أطلق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود اليوم الاثنين الواحد من إبريل جاري ورشاة تهدف الى تكوين الإداريين لتقييم برامج تحليل النظم التعليمية المعروفة باسم بابي باسيك التي تشارك فيها البلاد للمرة الثانية في تاريخها وكانت المرة الأولى التي شاركت فيها بلادنا عام 1991 وتم تطبيقها الأول مرة في عام 1994 وفي الواقع يعد برنامج التحليل النظم التعليمية والذي يجمع أكثر من عشرين دولة إفريقية ناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتقالية أكثر بكثير من مجرد أداة بسيطة تقيم إنجازات التلاب والتحليل ومقارنة أدائهم وجذة التعليم في بلدان المشاركة ويهدف البرنامج لطمان جمع بيانات موثوقة وتقيقة وموضوعية بحيث لا تعاني النتائج التي تم الحصول عليها من أي تحيز وبالتالي تعكس بأمان واقع نظامنا التعليمي وتسعى هذه الورشة إلى تعزيز النظام التربوي في جبوتي وصول تعزيز النتائج المرجوة من طلاب خلال الامتحانات خاصة في المواسط التعليمية الثانوية والمتوسدة والابتدائية وزير تربية الوطنية والتكوين المهنية سيرطفة محمد محمود ألقى كلمة أعرب في مستهلها عن ارتياحه لإطلاق البرنامج إنه لمن دواء السرور أن ألقي كلمة عبر هذه المنصة في مناسبة الإطلاق الرسمي للدولة التدريبية المخصصة لمديري عمليات التقييم برامج تحليل النظم التعليمية المعروف بباسك تشارك بلدنا في النسخة الرابعة لهذا البرنامج للمرة الثانية حيث تم إنشاؤه خلال جلسة الوزارية الثالثة والأربعين للمؤتمر الذي عقد في جمهورية الجوة عام 1991 منذ التقييم الأول لخطة التقدم في عام 1994 والذي شاركت فيه بلادنا تم اتخاذ تدابير مهمة لتحفيز تقدم كبير فيما يلي الإصلاحات المتعاقبة للمناهج والمواد التعليمية للتعليم الأساسي أساليب تدريس المبتكر التي تعزز العلاقة بين الطلاب والمعرفة تعزز التدريب الأولي والمستمر للمعلمين تعزز الإشراف على المعلمين من خلال زيادة عدد فرق الإدارة وتجهيزهم حتى يتمكنوا من القيام بدورها على أكمل وجه إنشاء إطار مواحد للمعلمين تحسين ظروف تعلم الطلاب إضافة إلى ذلك تم إنشاء خدمة مخصصة للتقييمات وتم تنفيذ التقييمات الوطنية المستقلة التي تطيع قياس أداء طلابنا من ناحية أخرى تم أيضا إجراء التقييمات إجرا وإجما التي تقيم التحصيل في اللغة الفرنسية والرياضيات على التوالي لطلابنا وبهذه الوصول الجديدة قررنا تجربة التقييم الدولي مرة أخرى وبالتالي فإن هذه المشاركة الثانية في تقييم باسيك تمثل علامة مهمة في سعينا المستمر للحصول على تعليم جيد وعادل لجميع أطفالنا في الواقع يعد برنامج تحليل النظم التعليمية الذي يجمع أكثر من عشرين دولة إفريقية ناقب الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية أكثر بكثير بمجرد آدات بسيطة تقيم إنجازات الطلاب وتحليل ومقارنة آدائهم وجودة التعليم في البلدان المشاركة إن استعدادنا للمشاركة في هذا التقييم يوضح التزامنا وتصميمنا على رفع المعايير التعليمية لتكون لدينا فكرة عن مكانة نظامنا التعليمي مقارنة بالدول المشاركة في هذا السياق نرحب بكل سرور جهة باسيك المكلفة بدعمنا في تدريب الإذاريين والإشراف على تقييم باسيك عام 2024 السيدات والسادة الهدف الأساسي من هذا التدريب هو التجهيز لضمان جمع بيانات موثوقة والدقيقة وموضوعية بحيث لا تعاني النتائج التي تم الحصول عليها من أي تحيز وبالتالي تعكس بأمانة واقع نظامنا التعليمي وفي هذا السدد أحظكم على اقتنام هذه الفرصة التدريبية والاستفادة منها إلى أقصى حد لاكتصاب المهارات اللازمة ووضعها موضع التنفيذ بطريقة دؤوبة ويجب التنفيذ كل خطوة من خطوات العملية بأقصى قدر من الدقة بعد تحضيرات واستعدادات استمرت لأسابيع عديدة انطلقت سباح اليوم الاثنين الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده جائزة رئيس الدولة وقيم الحفل الرسمي لإطلاق هذه المصابقة القرآنية في قاعة الكبرى بقسل الشعب برئاسة وزير الشؤون الإسلامية ولقاف السيد مومن حسن بر وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ولفيف من العلماء والدعاة إلى جانب مدير الشؤون الإسلامية السيد اسماعيل حسن روبلا ورئيس لجنة التحكيم السيد محمود أحمد أبسية وتضم هذه المصابقة في دورتها الرابعة والعشرين مرشحين من الصومال وإثيوبيا واليمن وكينيا وغاندا وتنزانيا وجزر القمر فضلا عن جيبوتي المضيفة هذه المصابقة تجرى كالمعتاد تحت إشراف لجنة التحكيم التي تتكون من مشايخ وعلماء من ذوي الاختصاص المشود لهم بالنزاهة وشفافية وهي تتيح التنافس بين الشباب وتحفيزهم على التفوق والنجاح وتعزيز مستويات الحفظ لديهم وتجرى إشارة إلى أن هذه المصابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان من كل عام أطلقها رئيس الجمهورية السيد إسماعي العمرقيل في عام 1999 في مسعى للعناية بكتاب الله وتكريم الفائزين من الحافظين وعلى مداري ثلاثة أيام سيتبار المتسابقون على مستويات المصابقة الثلاثة حذ القرآن الكريم كاملا حذ عشرون جزء حذ عشرة أجزة ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين الأوائل في مستويات المصابقة خلال حفن رسمي ستقيمه الوزارة في يوم الخميس المقبل بإذن الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعقب افتتاح الحفل الرسمي بآياتي وبينات من الذكر الحكيم نشيدة العلم الوطني تابع الحضور بإعجاب شديد ونشودة قدمتها الفتاة وحياة حسن ونشودة تلقي الضوء الهمية الملموسة لهذه التظاهرة القرآنية موسيقى 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 في رفح وخلال المؤتمر السحفي قال وزير الخارجية المسري سامح شكري إن الاجتماع الوزري الثلاثي بين مصر ورودن وفرنسا أكد ضرورة وقف إطلاق النار في قزة بهذا النبأ مشاهدين الكرام وصلنا إلى هذه النشرة وشكرا على حسن إشقائي والمتابعة اشتركوا في القناة